استقبلت الحديقة الدولية بمدينة نصر أعداداً كبيرة من المواطنين للاستمتاع بأجواء أعياد شام النسيم بين المتنزهات والحضائق أكثر من 25 ألف زائر استقبلتهم الحديقة الدولية بمدينة نصر في عيد شام النسيم الذي يعتبر من أهم الأعياد التي يقصد فيها المصريون المنتزهات والحضائق للاستمتاع بفصل الربيع بيعمل تأمين كامل لكل الأبناء اللي بيشرفون هنا وأسر اللي بجنة بنأمن من ناحية التأمين الطبي لأنه بيبقى فيه عربية الصحاف من الهلال الأحمر بتبقى موجودة لتقديم الإعلاج الأولي لخضرها لأي حاجة اللي حصل من كل محافظات مصرية المصريون للحديقة الدولية للاستماعي بجميع الأنشطة الترفيهية في أحضان الطبيعة وسط إجراءات أمنية تضمن للجميع خصوصيتهم وحريتهم كل جمعة بنيجي هنا يعني أصلا من غرشة من سيميا الأجازة بتاعتنا بنقضيها هنا في الجنين نقل فيها ملاهي وفيها كل حاجة الأولاد بيحبوا يعني يستمتعوا فيها نحن متعودين أصلا نحن نيجع على طول هنا لأن الجنينة كويسة وحاجة محترمة يعني نظمة يعني يعتبر شام النسيم أحد أقدم الأعياد الشعبية في التاريخ الفرعوني والذي يفتخر به المصريون ويحرصون على الاحتفال به سنويا في تقوص ومشاهد مكررة منذ آلاف السنين وكل عام وأنتم بألف خير محمد الخطيب التلفزيون المصري